سجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنهاية الربع الأول من العام الجاري نموا سنويا بلغ 20 في المئة لتستقر مع نهاية الربع الأول من العام الحالي عند أعلى من مستوى 167 مليار ريال ووصل إجمالية القروض العقارية لأفراد والشركات بنهاية الفترة إلى 270 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي بلغ 16.5 نقطة المئوية كما ارتفع عدو المقترضين من الأفراد بنهاية الفترة نفسها إلى نحو 250 ألف مقترض عقاريا ومسجل النمو سنويا بلغت نسبته 40 في المئة